اشتركوا في القناة التقنيات الحديثة والتطبيقات الحديثة والذكاء الصناعي لضمان النضج الرقمي شو هدفنا من النضج الرقمي اليوم؟ هدفنا أن نحن نحسن رحلة المتعامل نفس الوقت زيادة الكفاءة التشغيلية مما يعزز لنا الابتكار والرشاقة المؤسسية بالتزامن مع الحلول هذه نحن ندعم بعد البنية الرقمية التحتية عشان نحافظ على التهديد والأمن السيبراني الموجود عندنا المتزايد نضمن الاستمرارية التوسع قابلية التغيير وسهولتها بسلاسة ما يكون عندنا أي إشكالية مستقبلية شون تقيمين مستوى التعاون مع دبي الرقمية؟ والله دبي الرقمية يعني هي شريك استراتيجي ولا نعتبرها وإنما ممكن في عملية النضج الرقمي عندنا مشاريع استراتيجية كبيرة مع دبي الرقمية تدعم المؤسسات والهيئات منها على سبيل المثال عندنا له قياس النضج الرقمي ليضمن لنا أن نحن نواكب الركب الموضوع الثاني عندنا مثلا في هيئة تنمية المجتمع المسيح الميداني يضمن لنا أن نحول البيانات اللي نحن جامعينها إلى معلومات حقيقية نقدر ناخذ عليها قرارات ملموسة وحقائق وتساعد تخذين القرار في فهم الحالات المجتمعية الموجودة عندنا الواقعية ممكن من أهم المنصات منصة جود أطلقتهم وحثنا عنها وأهميتها بناء على أوامر الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه تم إطلاق منصة جود في بدايات 2024 منصة جود هي من المنصات المميزة جدا وهي جمعة العمل الخيري والتقنية اليوم ممكن نقول العمل الخيري هي عملية تبرعات عادية أو بسيطة لكن اليوم عندما تدعمها بوسائل التقنيات الاجتماعية وليس تدعمها تمكن كل فئات المجتمع سواء كان القطاع الخاص رواد الأعمال عندنا بعد المقيمين والمواطنين أنهم يقدمون مش مجرد مبالغ مادية حتى تبرعات عينية تقريبا المنصة اليوم فيها 57 مبادرة متنوعة وهذا يعطيك خلنا نقول يمد جسور التعاون والألفة ما بين القطاعات الموجودة في الإمارة نفسها ممتاز ممتاز استخدامكم للتقنيات الحديثة والذكاء للصناعية دخلتوه في مجال عملكم بالضبط نحن اليوم تواقبا مع الرؤية والمستهدفات الاستراتيجية خصوصا الاستراتيجية تحول الرقم الشاملة في الإمارة تم استحداث إدارة متكاملة اسمها إدارة المرصد الاجتماعي تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات ودراستها ومعرفة أحوال الأفراد هنا تساعد متخذين القرار في أخذ قرارات واقعية لحالات إنسانية موجودة هاي أول نقطة وتعتبر مهمة لأن اليوم عنا رفاهية رفاهية المجتمع محور أساسي من المحاول الموجودة عندنا في نفس الوقت مش اكتفينا إن احنا نعرف الواقع لا بدأ عندنا تحليل الذكاء الصناعي يتنبأ يحلل لنا ويتنبأ لنا شو ممكن من الأنماط والسلوكيات اللي احنا موجودة عندنا كقواعد بيانات شو ممكن عندنا تطلع حالات يديدة في المجتمع هذا يساعدنا اليوم نحنا نرصد التحديات ونحط لها حلول وبالعكس نتقدم ونقدم حلول استباقية وخدمات استباقية وهذا الهدف للمجتمع دائما سؤالي لأخير مع ضيوفي دائما نسأل عن مشاريع المستقبلية وأشهد ما إن شاء الله دخلت على أرض الواقع وهناك خطة أيضا مستقبلة فعلا نحنا اليوم خلنا نقول أننا فئة لو نذكر كمثال فئة الناس أو الفئة العرضة الأكثر عرضة للضرر اليوم قلنا كيف نشوف وضعهم كيف نمكنهم الفئة هذه تكون معزولة عن المجتمع لدينا فئتين فئة الأسر المنتجة قبل تعرف استاذي يروحون ومعارض ويدفعون لا اليوم بدلنا نسويهم دورات ونوعيهم كيف أنهم نمكنهم أنهم يتبنون السوشيال ميديا تبنون الحلول والتطبيق يعني دعم اقتصادي دعم اقتصادي ومعرفي وهذا الصح بالضبط ونفس الشي شفنا لدينا فئة كبار السن اليوم معزولين عن المجتمع ليش ما أدخلهم بدلنا نعرفهم شو هي التكنولوجيا شو هي التقنيات ندخلوا بعد في الاقتصاد المعرفي إذا حاب التاجر حاب تدخل معانا فهنا صار الدمج ما نقدر نقول أنهم الماضي لا هم ماضي وهم الخير وهم مستقبلنا ودخلتوهم يعني بعض الكبار السن عندهم حرف قديمة عدتوها وكأن نقلتوها لجيل آخر فعلا موجود أن استاذي نادي ذخر موجودين هناك وينقلونها للجيل هذا وينقلونها حتى بالتقنيات الحديثة يعرفون يستقدمون ويتواصلون مع الجيل ويعلمون شو هي الحرف ففي نادي متخصص لنقل المعرفة أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دكتور ونشوف تشيئ السنة اللي جاية في جاية تكفي على خير إن شاء الله خططكم المستقبلية شكرا لكم دكتور آمان المهيري المدير التنفيذ الذكاء للصناعي بهذه التنمية للمجتمع بالدوية شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية برنامج ديوان المولة في جاية تكس مع السلامة اشتركوا في القناة